أم عبد الرحمن أختنا الكريمة تسأل تقول إذا كنت حائضا وأنتم قلتم يجوز لنا أن نقرأ القرآن نعم نقول لمرأة الحائض إذا كانت حائض لها أن تقرأ القرآن فإن كانت حافظة تقرأ من صدرها من عقلها توكل على الله لا إشكال في ذلك لكن إذا كانت تريد أن تقرأ من المصحف نقول اقرأي بحائل بينك وبين المصحف حائل مثل رداء أو قفازات إلى آخره طب فإذا وصلت السجدة فماذا تفعل تسجد لماذا لأن السجدة على القول الصحيح السجود التلاوة في أربعين قول لكن القول الصحيح أنها ليست صلاة وبما أنها ليست صلاة فلا بأس أن تسجد سجدة التلاوة وهي حائض لأنها ليست صلاة والطهارة إنما تشترط لما كان صلاة مثل صلاة الفريضة والنافلة وغيرها نعم ترجمة نانسي قنقر